كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بنجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد داعيا الله أن يمتعه بالصحة والعافية وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة